في فيديو اليوم سنشرح أحدث الطرق التي ظهرت مؤخرا في مجال الرسم والصور بالذكاء الاصطناعي لعمل شخصيات متعددة بنفس الشكل والحفاظ على ثبات شكل الشخصية وتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي بأشكال متعددة مثل الكرتون والأنيمي وعمل نسخ متعددة من صورتك أو صور أي شخصية مشهورة بأشكال وأنماط متعددة والأمثلة الظهرة أمامكم مش محتاجة كلام أيضا سنشرح في الفيديو كيفية عمل تعديلات في تعبير وجه الشخصية مثل اتجاه الرأس أو أنه يكون مبتسم أو غاضب ثم في نهاية الفيديو تكبير التفاصيل في الصورة تماما مثل أداة جنريتب فيل الشهيرة في الفوتشوب ولكن طبعا مجانا تابعوا معايا الفيديو للنهاية علشان تعرفوا كيفية الاستفادة من هذه الأدوات الرائعة وما تنسوش الاشتراك واللايك الجميل لأن تشجيعكم بيساعدنا على الاستمرار أول أداة هنتكلم عليها النهاردة اسمها Photomaker وهي ممكن تشتغل على موقعين الموقع ده Hugging Face والموقع الثاني OpenXLab هسيب لكم كل الروابط في وصف الفيديو ملحوظة مهمة عايزة أقولها بخصوص كل الروابط اللي حاولها في الفيديو ده إنها ممكن تشتغل أو ما تشتغلش على حسب نسبة الضغط على الموقع في الوقت اللي انت جربت فيه الأداة فلازم تجرب أكتر من مرة لحد ما الأداة تشتغل معك أداة Photomaker باختصار شديد بتسمح لنا بعمل العديد من النسخ لصور لينا أو صورة أي شخص آخر زي ما هو واضح في المثال ده لصورة رجل حولها لكل الشخصيات الواضحة أمامنا أداة Photomaker ممكن تشتغل بصورة واحدة أو عدة صور يعني كمثال أنا هنا هستخدم ثلاث صور للفنانة شيرين لكن انت ممكن تستخدم صورة واحدة أو عدد أكبر من الصور كل ما استخدمت صور أكبر كل ما حصلت على نتائج أحسن لازم الأداة علشان تشتغل أكتب في البرومبت بتاعي كلمة I-M-G أو اختصار Image وما تكونش Capital فأنا هنا بمنطقة البساطة هكتب Photo of a woman ولازم يكون جنبها كلمة I-M-G لو الكلمة دي مش موجودة الأداة مش هتشتغل ممكن أحط الكلمة دي في أي مكان في وسط البرومبت بعد كده باختار الستايل عندي العديد من الستايلات Cinematic أو Disney Character مثلا هختار Disney Character أو شخصية من شخصيات Disney وبعدين عندي تحت Advanced Options لو دوست عليها هلاقي النيجاتيف برومبت ممكن أسيبه زي ما هو الاختيارات دي ممكن ما تلعبش فيها لكن أهم اختيار يهمنا هو الستايل سترينس أو شدة الستايل وده كل ما جبته يمين أكتر هيزود التأثير على الصورة ولكن الصورة مش هتبقى شبه الصورة الأصلية اللي احنا دي نهاله ولو العكس هيحفز على شكل الصورة الأصلية احنا هنسيبها بقيمة 20 زي ما هي وبعدين نضغط على Submit هنا بيطلع لي رسائل دي فوق والأداة بتشتغل لما بعرف ان البرده اشتغل معايا زي ما قلت مش دايما الأداة بتشتغل من أول مرة فلو فشلت معاك في أي مرة اعمل Refresh وحاول تاني أو حاول في وقت آخر يكون الضغط على الأداة أقل شوية دي الصور اللي طلعتلي طبعا الصور عادية جدا لأن أنا مش كاتب فيها أي إضافات في البرومبت لو بصينا على الصورة في الحجم الطبيعي ده شكل الصورة لو غيرت بقى البرومبت شوية كتبت مثلا a photo of a woman وجنبها كلمة image Egyptian singer star singing صورة سيدة مغنية مصرية بتغني وSubmit زي ما قلتلكو وارد جدا هو يطلع لكور سائلت الخطأ دي لكن لازم تجرب أكتر من مرة لحد ما يشتغل معاك فأنا جربت تاني وزي ما انتشايفين اشتغل معايا أهو ده شكل الصورتين اللي النتجوا عندي زي ما انتشايفين حول الصورة لشكل كرتوني ده شكل الصورتين بالحجم الطبيعي طبعا حاجة جميلة جدا ودي الصورة التانية في نفس الوقت الصورة تشبه لحد كبير جدا الصورة الأصلية للفنانة شيرين وهنا انا بجرب استخدام صور عادية جدا مش لحد مشهور ثم في البرومبت هكتب له photo of super hero وكلمة image Hulk يعني انا عايز احاول الصور العادية دي لشكل super hero Hulk هغير هنا ال style شليه fantasy art مثلا واقول له submit دي امثلة لبعض الصور اللي طلعتلي وده افضل نسال فيهم زي ما انتشايفين دمج وش الصورة الاصلي مع الشخصية وبقت كيان واحد وكل ده وانا كاتب برومبت في منتهى البساطة طبعا خلال الفيديو هعرفك ازاي تقدر تكبر الصورة دي تخليها اكبر من كده مع الحفاظ على جودتها الادات تانية اللي هنتكلم عليها اسمها photo maker style هتلاقوا كلمة style في اخر الرابط اللي انا هسيبه لكم في وصف الفيديو ومكتوب هنا styleization version والفرق ما بين النسخة دي والنسخة التانية انها بتعطي طابع خيالي اكتر للصورة يعني دي الصورة الاصلية دي امثلة من الصور اللي ممكن نحصل عليها فدي طبعا مفيدة اكتر لو انت عايز تعمل شخصيات كرتونية علشان تستخدمها في فيديوهات كرتون او انيمي نفس اللي عملناه في الادات السابقة هنعمله في الادات دي هنستخدم صور كمثال للفنان محمد هنيدي وهستخدم برومبت مختلف شوية وبرضو كلمة image كتبتها لان دي لازم holding machine gun يعني صورة الواحد مقاتل عربي ماسك مدفع رشاش مثلا وان هنا هختار comic book ده بيديني تأثير مشابه للقصص المرسومة ده الشكل النهائي اللي طلع للصور عندي دي الصور بحجمها الكبير طبعا حاجة روعة الروعة الصورة كأنها كرتون ومرسومة وشكلها كأنها من قصة كرتون بالزبط وده نفس شكل الصور لما اخترت fantasy art وده style cinematic ودي ايضا صور هنيدي في style cartoon مافيش اداة ممكن تعطيك هذا الكام من الابداع والدقة في رسم الصور بالزكاء الاصطناعي وعمل شخصيات من صور حقيقية زي الاداتين اللي احنا ذكرناهم دلوقتي في هذا الفيديو ادوات photomaker و photomaker style ايضا متاحين على موقع ريبل كيت للزكاء الاصطناعي هتلاقوا الروابط بتاعتهم في وصف الفيديو ولكن موقع ريبل كيت بيشترط انك لازم تعمل عليها حساب مجاني وبيعطيك فترة للتجربة وبعد كده ما بيكونش الاستخدام مجاني فممكن تستخدموا الروابط دي لو روابط موقع Hugging Face كان عليها ضغط كبير الادات التالت اللي هنتكلم عليها في الفيديو النهاردة اسمها hey photo وهذه الاداة تسمح لك بتغيير تعبير وجه الشخصية في الصورة يعني مثلا هو باصص فين او هو فرحان او زعلان وهكذا انا هنا كنت مستخدم بعض الصور اللي عملتها على ادات photomaker و photomaker style مثلا الصورة دي دي صورة لمحمد هنا دي ممكن اغير هو باصص فين من طريق ان انا اضغط على صورة الطائر ده واسحبه بهذا الشكل فيبتدي ان هو يبص في اماكن مختلفة يعني هنا مثلا خلته يبص على الجهة العكسية لو سحبته تحت ابتدى ان هو باصص تحت وهكذا ايضا ممكن اغير الابتسامة لو دست على smile اخليه مبتسم او اخليه زعلان نفس الكلام في emotions ممكن اخليه غطبان او سعيد او خايف ممكن اعمل كده كمان في السن اخليه اكبر سنا او اكثر شبابا بعدما بخلص كل تعديلاتي ممكن اضغط على زرار ده ونلود عشان احفظ الصورة عندي على الجهاز الاداة الى الان مكانية تماما ولكن الموقع عيبه ان هو بطيء شوية نظرا ايضا للضغط عليه لانه مجاني ازاي ممكن نكبر الصور اللي عملناها بالادوات السابقة او بمعنى اخر نكبر كدر الصورة زي ما بنعمل في اداة شنريتف فيل في الفوتوشوب ولكن بشكل مجاني هنعمل ده عن طريق موقع ليوناردو اصطر من على الشمال خالص canvas editor من على يمين خالص هختار مقاس 16-9 ثم هختار upload image from computer دي صورة هالك اللي كنا عملناها باداة photo maker هصغر الصورة لحدة لما تبقى جوا مربع بالزبط بهذا الشكل ومن على يمين خالص هختار موديل dream shaper ثم في البرومبت كتبت photo of a man وبعدين هالك ومش مهمة اوي هتكتب ايه في البرومبت لان اللي هيعمله موقع ليوناردو انه هيملالي الجزء اللي فاضي من الصورة ده بالزكاء الاصطناعي زي ما كنت بعمل في ادات generated fill في الفوتشوب بالزبط ودي النتيجة النهائية اللي ظهرها عندي بعد كده هقول له accept ثم download artwork ده شكل الصورة النهائي بعد تكبير الكدر بكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير لان ده بيساعدني على الاستمرار في تقديم محتوى افضل واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله